بحضور صاحب السموء الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظة الحسى اختتمت فعاليات منتدى الحسى 2023 والتي تنظموا غرفة الحسى بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية في دورة السادسة وجاء بعنوان الأحسى اقتصاد المستقبل للوقوف على أبرز المخرجات يسعدنا أن ينضم لنا المتشار الاقتصادي وعضو مجلس أمناء منتدى الحسى 2023 حياك الله دكتور حسان أبوح ليقة أهلا وسهلا فيك دكتور حسان أهلا وسهلا ومرحبا أعطيكم العافية نستاكل الله بالخير سهل خيرات دكتور حسان الانعكاس وتوصيات منتدى الحسى على مستقبل الاقتصادي للمحافظة والشيء بالتأكيد كان فيه اهتمام كبير ورعاية من صاحب السمو الملكي يعني منطق الشركية وصاحب السمو الملكي محافظة الأحسى وكان هناك دخم كبير ودعم أكيد من القيادة بحضور عدد كبير من أمحاب المعالي الوزراء ونوابهم ورسائل الهيئات والأجهزة هذا كله أثر بشراحة تأثير مجابي كبير لنجاح الملكي فضلا عن أن الأمور طيبة كذلك أن أصحاب المعالي الوزراء لم يضيعوا وقت مثل ما يقولون كان هناك مشاريع محددة أعلنت أثناء اكتفاح المنتدى وكذلك بالنسبة لشركة رامس السعودية كل هذا يعطى زخم كبير وكان هناك كذلك عرض لفرص الاستثمار محددة في خطاعات مختلفة في الأحسى سواء كانت في النواحي اللوجستية أو كانت في السياحة أو النقد وهكذا طيب دكتور أحسان أول شيء الأحساء غنية عن التعزيز وغنية عن التعريف وغنية عن كثير أشياء لأنها موقعها موقع استراتيجي يؤهلها كثير أن هي تحتل هذا المركز وتوضع ضمن خطة المملكة في أن هي تكون من المنطقة الخاصة بالخدمات اللوجستية لكن ماذا تملك الإحساء إضافة إلى ذلك عشان تكون هي المؤهلة لهذا الحيز أو أنها تأخذ هذا الحيز من استراتيجية الدولة يعني طبعا الأحساء هي جزء غالي من وطننا الغالي تتمتع بالإضافة لسولها أكبر واحة في العالم بالموقع المتميز فهي يعني بسلة على البحر وفيها بقعة جراعية كبيرة موقعها قريب ومتاخن لكل دول مجلس التعاون هذا كله يعني يعجز مكامل القوة اللي أكدت عليها رؤية عشرين ثلاثين فاستغلال هذه الممكنات في الأحساء هو حقيقة يعني يأتي في سياق رؤية المملكة عشرين ثلاثين ولذلك كذلك من الأمور الممكنة في حققة الأمر يعني إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهر بأن يكون للأحساء هيئة تطوير فهيئة التطوير هي تكون يعني المرتكز في تطوير المدينة وأعداد أقل المحوص الأحساء وأعداد استراتيجية لتطويرها وخط زمني إلى آخره هذا هو يعني اللي تغير بالاتجاه الهيجابي حقيقة فهي ضمن سياق الرؤية لإستغلال مكامل القوة في المملكة جميل دكتور أحسان المنتدى هذا كيف رح يعكس استكشاف الفرص الاستثمارية والصناعية التي تميز فيها الحساء سؤال جميل طبعا كان في المنتدى يعني أعلن عن فرص الاستثمارية وللقفاع الخاص للثماني مليارات ولكن كذلك تم ذلك في البداية أن أصحاب المعالي الوجراء أعلنوا عن فرص كذلك بنيا تحتية أو استثمارية في الحتف ويعني الآن موضوع الاستثمار موضوع أتاسي بالنسبة يعني في المملكة العربية السعودية بعد يعني أعلان سمو ولي العهد بأن بخ الاستثمار سيكون تحدود 27 تريليون حتى العام 2030 وأن يعني وإطلاق برنامج شريك وإطلاق استراتيجية وطنية للاستثمار وكل هذه مرتكزة على توليد واستشاف فرص الاستثمار يعني مثلا وزارة الاستثمار لديها قاعدة بيانات وفرص الاستثمار مهمة وتتروج لهذه الفرص من خلال منصة التثمار في السعودية كل هذه الأمور تصد يعني في صالح تحقيق تصمعات المنتجة وتوصيات طيب دكتور أحسان كمان ورد لنا أوسمانة في أحد الأخبار كمان من توصيات المنتجة أنه يكون هناك في تطور لمطار الأحساء إلى أن يتحول إلى مطار دولي ما دقت هذا الأمر؟ هذا بالفعل وهذا كان من الأخبار التي يستبشر فيها أهالي الأحساء جميعا والسبب أنه يعني سمع نعلم جميعا الأحساء فيها بقعة جغرافية كبيرة وعلى السكان كبير ويوجد فيها مطار يعني قاصر عن تقليم الخدمات يعني الآن سكان الأحساء يذهبون إلى مطارات أخرى يعني إما إلى مطار الملك فايس الدمام أو مطار البحرين أو مطار الزوحة مطار الشيخ حمد الزوحة أو تأتي بعض الرحلات القليلة التي تأخذهم إلى مثلا دبي على سبيل المثال ومن هناك الفرقه إلى أماكنهم فهذا من جانب أنه يخدم السكان الموجودين حاليا في الأحساء وجود مطار دولي لأنه يذهبون إلى اتجاهات مختلفة الأمر الآخر أن الآن مع الاهتمام الكبير يعني جعل الأحساء نقطة جد سياحي رئيسية في المملكة سيكثر من يتوافدوا على الأحساء وهؤلاء بحاجة إلى مطار يليق بالمملكة وفي زوار المملكة وبالأحساء وبذلك سيكون مطار دولي وكل المؤشرات تقول أنه سيكون مطار دولي نشر يعني الأحساء من المناطق التي أصلا تميزت ورادت في كثير من القطاعات ومن أهمها قطاع السياحة يعني نتمنى أن نسمع دائما كل الأخبار الطيبة عن منطقة الأحساء دكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس أمناء منتدى الأحساء عشرين ثلاثة عشرين شكرا جزيلا لتواجدك معنا وعلى هذه المداخلة الطيبة جاهدين